في الحقيقة ما زالت عمليات البحث مستمرة وعمليات انتشال الضحايا مستمرة وكذلك إزالة الأنقاض في بعض المناطق في آدنة بينما تم إغلاق هذا الملف في أبنية أخرى إذ انتهت فرق الإنقاض وإزالة الأنقاض من العمل بها هذه الفرق التي تنتهي من العمل في هذه الولايات يتم توجيهها إلى ولايات أخرى لم ينتهي العمل بها وأيضا يتم تكليفها بالتأكيد بمهام أخرى إن كان مازال ضمن هذه الولاية نفسها مهام أخرى المناطق الرئيسية أو الولايات الرئيسية التي مازال بها الكثير من العمل هي أطراف المدن في ولاية غازي عنتاب وأيضا بعض القرى والأطراف في كهرمان مرعش وكذلك هاتاي واسكندرون وبالتالي الفرق تتوجه في ذلك الاتجاه منطقة نورداغ في غازي عنتاب كان هناك قرار صدر قبل قليل بأنه سوف يتم هدمها بشكل كامل وإعادة بناءها بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بكل الأبنية المتواجدة في تلك المدينة وبالتالي أيضا نحن نتحدث عن أرقام ضحايا هناك أيضا أرقام كبيرة إلى ذلك هناك أعداد أرقام جديدة خرجت من معبر باب الهواء القريب من هنا أيضا من على الحدود بما يخص السوريين وأفادت الأرقام بأن 1245 ضحية كانوا قد دخلوا باتجاه الحدود السورية عبر معبر باب الهواء فقط هناك معابر أخرى بالتأكيد يتم إدخال سوريين منها والأرقام ربما تتجاوز يعني 3500 ضحية هي ما تم إدخاله من السوريين المشكلة الأكبر التي تواجه الجميع ربما تتجسد في هذه القصة التي أيضا تحدثت عنها وسائل الإعلام أم اجتمعت في النهاية برضيعها بعد ثمانية أيام وبعد أن خرجوا الاثنين من تحت الأنقاض إذن نحن حقيقة سوف نكون أمام حالة من الضياع الناس التي تخرج لا تعرف إذا كان ذوها أصلا الذين كانوا معهم ماتوا أم عاشوا هناك الكثير من الضحايا مجهولة الهوية لا سيما من السوريين وبالتالي هذا الأمر سوف يفتح ملف طويل وعريض في الفترات القادمة وسوف يجعل الناس تجهل مصير أقربائها ومصير أقرانها لا سيما من الجاليات الأخرى أما من الحكم من الجالية التركية فسبيل التعامل مع هذه الحالات وهي أيضا موجودة بنسبة لا بأس بها إذ أن الكثير من الولايات تنتقل إلى ولايات أخرى هذا الطريق المتعامل معها هي أخذ عينات من الحمض النووي ومن الدم وأيضا وضع هذه الجثث لمدة 24 ساعة إن لم يتم التعرف عليها دفنت بمقابر جماعية بحسب دائرة الكوارث نعم علي كيف تصير عمليات الإيواء لمن نجوا وتهدمت منازلهم؟ لأن الأعداد كبيرة التي تهدمت منازلهم نحن الآن في الحقيقة أمام أحد مراكز الإيواء هذه التي يمكن أن نتحدث عنها هذا المخيم هنا خلفي يعني خيم أشادتها مديرية إدارة الكوارث آفاد يضم هذا التجمع قرابة 250 خيمة هذه الخيم موجودة في أحد الأسواق التي كانت موجودة ضمن المدينة وبالتالي نجد أن هذا البناء مجهز من حيث أنه مغلق من الأعلى وأيضا مضاء يوجد به كهرباء وتوضع فيه هذه الخيم غير أن هذا البناء بالتأكيد لا يحوي على الخدمات العامة ولذلك هناك مسجد خلف هذا البناء الناس تحاول أن تذهب إليه من أجل قضاء حوائجها وأيضا استخدام صنابير المياه أيضا على صعيد آخر يتم تجهيز الطعام والشراب وتوزيعه على الناس الموجودين هنا هي حالة يمكن أن نصفها الآن بالمقبولة إلى حد ما ولكن لا يمكن لها الدوام إذ أن الناس المتواجدين هنا لا يمكن لهم الاستمرار بالعيش هنا وهذا ما ينتظر أن تعالجه الحكومة التركية التي وعدت بإيصال منازل مسبقة الصنع أو بيوت أخرى مثل كارنفالات من أجل انتقال هؤلاء الناس إليها وكذلك كان هناك وعود بتوزيع أجارات للمنازل على كل هؤلاء الذين تركوا منازلهم وبالتالي استئجار منازل أخرى إلا أن المشكلة التي سوف تواجههم لاحقا أن الكثير من الأبنية في الولاية وبحسب رصدنا هي متضررة بشكل كبير وبالتالي لا يصلح لا سكنها ولا تأجيرها ولا غيره وعليه كان هناك بعض التوجيهات من أجل إعادة تقييم هذه الأبنية وبالتالي تحديد ما يمكن إصلاحه منها فيتم إصلاحه وما لا يمكن فسوف يتم التعامل معه بطريقة أخرى ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل ربما والضحايا والناس بالتأكيد سوف يدفعون ضريبة هذا الأمر وهذه الكارثة والتي لا يمكن أن تعالج بشكل فوري ولا بد من الصبر قليلا حتى يتعالج آثارها رويدا رويدا ترجمة نانسي قنقر